يبدأ المسلسل بخبار موت دون ميتشيل عمدة مدينة غوثام هذه المدينة المعروفة بمعدل جريمة طالع و لا يوجد نهار لما توقع في شيء كاريتا او قتيلة كارمين فالكون يبقى اكبر مجرم وزائم عصابة في المدينة وهو اللي حاكمها اعوام هذه وهو المسؤول عن اغتيال العمدة ومجموعة من الانفجارات وسط المدينة لدمرت البنية التحتية في بعض احياء كتبك حرم بين العصابات و يدوروا شي وحدين فيهم انقلاب على الزعيم كارمين فالكون و يقتله و كانعرفوا ان البوليس مقدرش تسيطر على هذا الحرب اللي نايده بين العصابات فضل غياب الزعيم دون مدينة غوثام و كانعرفوا كذلك من الاخبار بان البرت هو الوريث دون اسرة فالكون هو اللي غادية يخذ السيطرة على جميع العصابات من بعد مقتل دون اب دياله كارمين وسط هدروينة والمعمعه كاملة كيبالينا رجل العصابات اوزول الملقب بالبتريق اللي كان يعمل مع الزعيم فالكون مدة طويلة قبل ما يموت سيكون هذا اوزولد عرف جميع الأسرار و الخطط في فالكون هذا ما عليك كمشي المخبأ السري دياله اللي فيه جميع الوثائق المهمة و الفلوس اللي يخدم من مورا كيشد اوزولد واحد مطرقة و يبدأ يهرز في الخزنة فالكون و يأخذ منها جميع الوثائق المهمة والأدلة التي يهدد بها بعض الأشخاص في المدينة لكي يقوموا بالأعمال اللي يريده من مورا سيقع في الخزنة بوك و مجوهرات و معه سيهزهم و يتم خارج سيتسطح مع ألبرت فالكون هزع لي السلاح حتى لا يقعه في المخبأ السري للأب ولكن أخونا البيتريق نذكيه كان موجود ما يقول من الذي يتورق و قال ألبرت بلي وصلته معلومة بأن جميع العصابات اللي كان سبب في القتل للأب ناوي على خزيط و تأتي هنا لكي تستولي على الوثائق المهمة و فلوس المخدرات اللي في الخزنة و لماذا قرر أخونا البيتريق يسبقهم لكي يضرب لهم الخطة في الزير ألبرت لا يتقع مئة في المئة في الهضرة اللي يقول ولكن يقنعه أوز و في الأخير يقلسون و يهضرون و سيقوم بأن البطريق سارح ألبرت وهو يشرب و غير بالفرن يأخذ منه معلومات مهمة كثيرا على صفقة المخدرات أخونا البيتريق يشرب كثيرا و لا يبقى مسيطرة على رأسه و على ما يقول و ما يخرج من فمه و يبدأ يقص من أوز و يحقر فيه أخونا البيتريق يقصبر حتى عياء ولكن نفسه عزيز عليه لم يقصد سلاح أخوه فيه ديك الساعة و أرجع هذه المجوهرات اللي يجعلوا عندهم في الأول و اخدامها حتى التليفون وهو هذه الجودة الخيينة اللي يقتل و خارج لكي يتفك منها من ظهره يتساطح مع شي سعالك يحاولوا يشفروا له طا موبيل يبدأ يشتت فيهم أوز بالقرطاس و كل شيء يهرب إلا و أحد خيينة اسمته فيكتور يحصلوا يطلبوا لكي لا يقتلوا مقابل أي شيء طلبها منه في البلاسة أوز يطبر لي على خدمة و يزيدوا لكي يزمع الجودة لكي يتفك منها و هم ما زال سنفترق يقلب في تليفون الخنا و يعرف الموعد الصفقة اللي كان عود لي عليها ألبيرتو قبل أن يقتله من وراءها يقصدوا أحد خياتنا يعرف أوز بيقول لها لا يوجد شيء أحد تسول فيها سيقول لهم باللي كنت معاك و هكذا سيكون عضر في ندوز الليلة و يباعد عليه الشبوهات من بعد يذهبوا إلى فوريان و يحرقوا أي دليل بقي عندهم و كي يزيد من رأسه أوز يفكروا حتى فيكتور و لا يجعله من مراحته أن يشاهد على الجريمة ولكن أخونا البيتراك يحنع عليه في الأخر و يجعله يعيش مقابل يوليد لديه و يقول لديه و يشرك في الجريمة حتى أنت صباح الأخر أوز يمشي المصنع للمخدراته حتى عندما وقعوا له و يأتي أحد الاتصال لكي ينضم الاجتماع من رؤساء العصابة و يتلقى مع جوني و مايلوس الذين يكونوا في أعلى السلسل الهرامي للعصابة و يقولوا الأوز باللي يجعله يسد لمصنع للمخدراته حتى وصلتهم معلومة أن أصحاب الوقت يقلبوا من وراءهم أوز يسعر و يرفض و يحاول يقنعهم باللي عنده خطة و العملية سيكون فيما يجعلها و الفلوس داخله بالزيد جوني و مايلوس يفكرون أوز باللي غير خدام عندهم و الذي قالوها له يجعله يديرها و أخاهاك أخونا لا يجعله و اقترع اليوم بل عنده واحد مخدر جديد سيدخل للسوق و سيدخل به توره في عالم المخدرات و سيتلعقه من موراه بالصح في هذا الوقت ستسمعوا أحد خيطنا من موراه اسمتها صوفيا وهذه صوفيا ستكون هي الأخت ألبرت التي قتل أوز و سنعرفوا بل خيطنا بسيكوباتة و خرجها بخمس سنين من أحد من صحة نفسي اسمتها أركام صوفيا ستكون أوز و لم يرى أخوها ألبرت حتى من البارح لم يرجع صاحبنا ينكر و يقول لها لا أتلقى معها و يتلقى في الهضرة لكي يتفك منها و يقول جوني بلا سيقوم بإمكانه و سيساعد المصنعه و يسأل الاجتماع و يكون سيخرج حتى يلقى أختنا مازال لاسقا فيه و تسألوا عودين على أخوها و يعود ينكر من جديد و يقصدوا أحد المطعم و هم قالوا حتى تغفلوا و تسألوا على الصفقة التي سمعته و يعود عليها جوني و قلت له بأن هذا المخدر جديد كان لفكرة أخوها و حتى أحد لا يعرفها و لكن سمعتك تقترحها بحل الفكرة يعني يا أخونا ذا ببيناتنا بلا ما تنكر رأي نعيقا بك ستكون تلقيت مع ألبرت و هو اللي يعود لك عليه صاحبنا كتورق قدامها و كتفرش و حتى يخرج رأسه و قالوا لها تلقيت معه قبل ثلاث أيام هذه و هو سكرا نعود لي على الصفقة بالغلاط صوفيا لم تتخش له هذه الهضرة رأسها و غير ما تزيد تشك فيه و هي غادي خاجة تقرب لعنده و تقول لي ببرودة و أخي كل شيء من قسم منك و يحقرك أنا عارفك على شكاد و كيف تقدر تدير على وضع المصلحة لك أخونا قوز يترعب بالصح و يمشي يجري عند أمو و يعود لي على موقع و قلت وقتل وزعيم العصابة حتى يقسم منه و يقول لي بأن يجب أن يحرروا من مدينة أخرى قبل أن تأكد صوفيا قلت أنا الذي قتلته أما أحد الأم الأوز ليحل ورق كثير منه و تقول لي لا لا يحرك من هنا و تزيد تجعوه حتى يقتل وريد المافيا و تقول لي هذا شيء غريز فيك و أنت لم تتخشلت لك لكي تصل إلى السلطة للمجحل هذه و أنت تحلم بها الصباح الأخر يتلقى مع فيكتور و يكلفه ب شي مهمة و يقول لي هذه هي فرصة لك لكي تبيني على ما قاد و من مورها نيشان يقصد الحبس لكي تلقى مع الزعيم الذي كان حاكمه قبل فالكون و اسمته سالفادور ماروني و يعرض علي الفرصة للانتقام من عائلة فالكون حتى كانوا السبب في الحبس له سالفادور يشبع معيون في أوز و يقول لي بأن لا يمكن أن يتفق مع أحد لا يوجد إنتماء و يقلب على أي فرصة لكي يدور على أصحابه ولكن أوز أعرف يقنعه من الذي وره الخاتم من عائلة فالكون في الدين و هاكا بيه الذي قتل شي واحد فيهم و الذي قادر يدور أي حاجة يتم راجع أخونا البيترق للمقره و حتى يضرب على الحراس صوفيا يقلبوا عليه و يسلط منهم في الأول ولكن يحصى في الأخر و يضربوا واحد فيهم حتى يغيب و يفوقه هو مربوط في القصر صوفيا حينتا ستكون تأكدت هذه المرة بأن يديه شيد في مقتل أخوها و ستقول لي بأن لقيت واحد من هذه القصة عالي الذي كانوا يريد أن يشفروا له الطموبيل و اعترف لا بالذي يشف أوز في المخبأ بباها و حينتا ستكون مريضة بالصحر ستتفنن في التعذيب حتى الواحد قليلا ستسمع شي صداع على بره و من الذي ستخرج و ترى ماذا كان ستجد جوتة من الخوهم الذي يحف الكوفر في الواحد طموبيل ثم تشد الهيستيريا و تسعار و تبدأ تغوت و من موراها ستتردد صوفيا و شخص الأوز أو للا و يقدر يتفك منها مرة أخرى و سيبال لنا صاحبنا ستقهوى مع فيكتور و من هضراتهم سنعرف بلي فيكتور هو الذي وصل إلى جوتة القصر و هذه هي المهمة التي نكلفوه بها من قبل لكي يديرها و هذا جزء من الخطب الذي كان بلالي لها أزمله و كانت خطة لكي يباعد على رأسه جميع الشبهات و يقدر يوهم صوفيا بلي سالفادور هو الذي يقتلخوها و هكذا سيكون وحيله مع بعضياتهم بجوج و شكور رابح في الأخر هو صاحبنا البتريق